اشتركوا في القناة بابنك في مدرسة قصة عايز تتفعله الباص ما نجحتش انت تعمل جمعية ففي عدد من البنوك بيقدموا القروض اسمه القرد التعليمي ان حضرتك تقدر تروح تقدم عليه وتحصل عليه وتدفع على طول الفلوس للمدرسة طيب هل القرد ده انت هتاخده في ايدك؟ لا انت بتجيب جواب من المدرسة بيقيمة المصروفات المدرسية شامل الباص مثلا لو انت عايز البنك بيروح كاتب شيك للمدرسة على طول بحيث ان انت تسدد للبنك بقى شهرية طيب هنبدأ بيه وانت معاك وراء وقلم وبتكتب ورايا فيه خمس بنوك بتقدم القرد التعليمي عايزك تكتبوا مرايا تشوفوا البنك اللي انت عايزه فيه بنك مصر البنك العربي الافريقي الدولي فيه بنك سايب فيه بنك المصري الخليجي وفيه بنك ناصر الاجتماعي دول كده الخمس بنوك الحاجة التانية اعلى بنك هيديك فلوس هو بنك مصر بيديك 300 الف جنيه يعني القرد عنده يبدأ من 1000 جنيه ل300 الف هو انا بقولك روح خد 300 الف لا بقولك روح خد ما يناسبك وخلي بالك انت مش هتاخد كاش في ايدك بمعنى ما تقولش ايه طيب مصري في المدرسة 20 الف وانا سالف من حماتي 10 تلاف والعربية عايزة صلاحها بعشرة يبقى قدم على 40 الف لا كان غيرك اشتر انا بس باشترح من الاول ليه لان انا عارف ان احنا برضو فهلويين وانا كان قلبي معاك ونفسي اقولك يا رب البنك يديلك فلوس تصلح بالعربية واتبيض الشقة بس الواقع لا ده اسمه قرد تعليم هيروح للتعليم شيك باسم المدرسة الفايدة بقى اعلى فايدة على القرد هتلاقيها ببنك مصر من 17.5% ل 20% في السنة ده اعلى ايه فايدة وفيه فوائد تتراوح 19.5% ده البنك الافريقي الدول سييب الفايدة عنده 15% المصري الخليج 19% بنك ناصر 11% وانت مغمت كده روح لبنك ناصر طيب بس بنك ناصر هيدديك حد اقصى 50 الف بنك مصر 300 الف بقية البنوك هيدديك 100 الف اهم حاجة من القصة الشهري للقرد لا يتجاوز 35% من دخلك دي تعليمات البنك المركزي نبسطها شوية نفترض مرتبك مرتبك 3000 جنيه يبقى القصة بتاع القرد ما يزيدش عن 1000 جنيه خلي بالك فيه بنوك محددا ان القرد يتسدد على سنة وفيه اللي قالت سنتين وفيه اللي قالت تلات سنين فادي هتروح لكل بنك او تتصل به بالتليفون بس ايه اللي هابدأ اجراءاتك المدرسة اتنين وعشرين تسعة ممكن ادارة المدرسة تصبر عليك شه على بال ما تجمع المصاريف بس اهو قرد يغنيك عن سؤال اللئيم وعن اراقة ماء الوجه انك تعد على جارك ولا قريبك وتستلف بينه اي نعم هي بفايدة عالية شوية لكن ادي الله ودي حكمته والبنوك بتقولك انا واخد شهادات وفلوس من المدعين بفايدة عالية ماشي ترجمة نانسي قنقر